ملامح أزمة جديدة بدأت تظهر للعلن كشف عنها موقع ميدل إست آي البريطاني قائلاً إن الحرب التي تشنها الروسي على أوكرانيا فتحت الباب لانتعاش تجنيد المرتزقة واستخدامهم للمشاركة في القتال مقابل المال في أوكرانيا الموقع شار إلى أن أعلانات الوظائف عبر موقع سايلنت بروفيشنال المتخصص بوظائف الدفاع والأمن الخاص فتح المجال للتقديم أمام الذكور والإناث من أجل القيام بالمهام الأمنية المطلوبة منهم مبيناً أن الرواتب ستكون ما بين ألف إلى ألفي دولار في اليوم فضلاً عن مكافأة متاحة بعد إتمام العملية بحسب الموقع وزارة الخارجية الأوكرانية أكدت ذلك وعلنت أن ملايين الأشخاص زاروا موقع فايت فور أوكرانيا للراغبين بالقتال في أوكرانيا موضحة أن هذا الموقع مختص بالأجانب الذين يرغبون في الانضمام إلى فيلق الدفاع الدولي لأوكرانيا والدفاع عن الأمن في العالم ووفقاً لإحصائية عدد الزوار فقد احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى فيما جاءت الصين بالمرتبة الثانية فضلاً عن دول أخرى كفرنسا وكندا والهند وبريطانيا والبرازيل وألمانيا والتايلند لإصل عدد المرتزق المتطوعين للقتال إلى جانب أوكرانيا إلى عشرين ألفاً من اثنتين وخمسين دولة وفق وزارة الخارجية الأوكرانية من جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية أن المرتزقة الأجانب الذين يصلون إلى أوكرانيا لن يتمتعوا بوضع المقاتلين أو أسرى الحرب في حالة احتجازهم ليدخل بذلك ملف المرتزقة الحرب الروسية الأوكرانية كغيرها من الحروب السابقة ملف تسيطر عليه الأموال أولاً ومصالح الدول ثانياً بعيداً عن مبادئ الإنسانية أو القيم الأخلاقية وفقاً لمراصد حقوقية